دكتور رفع طبيب نيويورك تايمز مثلاً تقول أنه هناك تقرير نشير داخلياً داخل جيش المحتل يتحدث عن تملم الكبير إحباط وغضب بين العسكريين في الجيش المحتل والسبب أنهم يرون خطراً كبيراً في عدم وجود خطة لحكم غزة بعد الحرب واحد وكذلك لأنه لا أهداف مسبقة واضحة اليوم بالنسبة للجيش المحتل عندما تدخل إلى المعركة هناك هدف سياسي يجب تحقيقه والعمل العسكري والعمل في الميدان هو فقط لقلب المعادلة ورقيب قلب موازين القوى حتى يتمكن الفاعل السياسي أن يعيد صياغة الموقف بأكثر قوة هذا هو روح في الحرب اليوم ما هو اللي صاير داخلين الحرب دوروها وهدفها الوحيد برأي هو تقطيع الوقت تقطيع الوقت ربح الوقت حتى يأتي شيء معناها غير معلوم أنه مثلا المقاومة تعلم أنها معاش عندها مثلا ذخيرة ولكن شنير المشكلة بعد 20 يوم الناس عندهم ذخيرة ويصنعون الذخيرة إسرائيل ما صنعش فالذخيرة والمقاومة المعزولة ما عندهش لذولة معناها لقدرات أخرى قاعدة تصنع فالذخيرة هذه مشكلة أولا المشكلة الثانية أستاذتي فما مرة واحد تحدث في القناة معناها 12 الإسرائيلية وقال نحن لم نقل للجمهور الإسرائيلي إلى ربع الحقيقة لأنه لو أفصحنا على الثلاث أربعة أخرى لها جرى نصف السكان يعني أنه هناك مشاكل حد الآن لم يفصح عنها وهي ما زالت في طي الكتمان الكلام هذا قالوا مايكل كوبلو اللي هو محلل في منتدى السياسة الإسرائيلية وكان موجود في القناة 12 الإسرائيلية هذه هي مسألة تسرع انتباهنا لأنه أولا الساعة فما يسمى بالفيل تندوي يعني الحبل المضغوط اليوم داخل إسرائيل في مسألة الذخيرة ولينا كيف يشف المدى الفارطة يعني في الأسبوع الفارطة عندما قال رئيس بايدن أنه قد يوقف بعض الإمدادات إلى إسرائيل خاصة بعض القنابل صارت مشكلة كبيرة داخل إسرائيل ومعنى وسطاو وتترحى التساول هل ستقف الحرب لأنه ليست هناك ذخيرة في الجيش الإسرائيل وهي فضيحة كبرى ولكن ما علمته لنا الحروب الأخيرة للأمريكان والدول الغربية والحلفة الناتو أنه نعم تتوقف الحروب وتخسر الأراضي ويخسر المجال لأنه مفميش فخيرة ومفميش مقاتلي نقطة بركب ربي نحب أن أكد عليها شوف رو في الحروب معنا نضيف حاجة على الكلام يقول فيه سيد العميد فقط في مسألة التواصل في الحرب رو ردوا بيننا رو في الأخير يبقى السلاح الحقيقة هو أقوى السلاح لأنه اليوم اللي قاعد يعطي في الأوامر لمستوطني شمال فلسطين المحتلة راهوا معناه سيد حسن نصر اللي يؤمر في الناس مش تخرج في المسيرات اليوم في إسرائيل راهوا معناه فمن يحيص نوار وهنا نذكر حاجة أنه عندما تكذب على شعبك فإنه المعركة قد تنقلب عليك وهنا نذكر سيد العميد باعتبار ما نحقراه هو ما نحق برشة تاريخ عسكري نهار 12 فيذي 1942 يقول الجنرال الألماني لقد سقطت سالينجراد نهائيا خارج الجنرال جوكوف وقال لم تسقط وهي ما زالت تقاتل شفت المعركة هذيك تحولت إلى مكسر العصاب بالنسبة لجيش النازي وفعل بدأت نهزامه صحي وعندما يؤرخوا لهزيمة النازية في العالم يؤرخوا انطلاقا من سالينجراد بدون مناسبة أنا قل لك اليوم سنبدأ في التأريخ لهزيمة إسرائيل مجابالي والله يسأدقني يا دكتور في حصة من حصص كنت شبهت غزة بستالينجراد صحيح برشة مرة وقتها قلت 35 ألف قتيل لكن 20 مليون في سالينجراد 20 مليون قتيل عند الروس وصمدوا وانقلبت الحرب وكانت سبب يعني من أسباب تفكك النازية وتفكك الصرح الألماني اللي بناه هتلر كانت بداية صمود فقط رغم لي وقتها سيطرة عالم كله لكن البداية بداية انكسار كانت صمود الروس في سالينجراد بي